بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول في هذا الفيديو أكثر سبع أسئلة متداولة في تركيا حول الانتخابات التركية الأصعب في التاريخ الحديث لمعرفة تفاصيل ما يتعلق بهذا الموضوع كونوا معنا حتى النهاية نشر موقع بي بي سين يوز التركي مقال رأي للكاتبة عائشة سهين تحدثت فيه عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا من خلال الإجابة عن سبعة أسئلة رئيسية وقالت الكاتبة في مقالها الذي ترجمته عربي 21 إن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينر أعلن أن التقويم الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها ينطلق يوم 18 آذار مارس مؤكدا تواصل العمل على تحديد المبادئ المتعلقة بالتصويت للناخبين في الداخل والخارج وذكرت الكاتبة أن رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردغان وقع على قرار إجراء الانتخابات في الرابع عشر من مايو آيار ونشر القرار في العدد المزدوج من الجريدة الرسمية وفيما يلي إجابات لأكثر الأسئلة المتذاولة حول الانتخابات السؤال الأول ماذا يعني قرار إعادة الانتخابات؟ وفقا للمادة 116 من الدستور يمكن لمجلس الأمة الكبير أي البرلمان التركي أن يقرر إعادة الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس أو ما يعادل 360 صوت من إجمال عدد الأعضاء ويحق لرئيس الجمهورية أن يقرر إعادة الانتخابات وأوضحت الكاتبة أن قرار الرئيس إعادة الانتخابات لا يعني حل البرلمان وإنما سيواصل البرلمان عمله إلى حين إجراء الانتخابات وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية معاً السؤال الثاني كيف ستسير العملية في المجلس الأعلى للانتخابات؟ بعد اتخاذ قرار إعادة الانتخابات سيحدد المجلس الأعلى للانتخابات التقويم الزمن للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويعلن تاريخ إجراء الاثنين ووفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية بعد نشر قرار إجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية تجرى الانتخابات العامة لرئيس الجمهورية والبرلمان معاً في أول يوم أحد بعد اليوم الستين من القرار أي في يوم أربعتاشر أيار مايو وأشارت الكاتبة إلى أن طلبات الترشح للرئاسة التي ستقدمها الأحزاب السياسية أو الناخبين بجمع مئة ألف توقيع ستبدأ بعد عشرة أيام من إعلان قرار الانتخابات وإذا صارت العملية على ما يرام مثل الانتخابات 2018 ستنتهي طلبات الترشح في الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من أذار مارس المقبل وبعد خمسة عشر يوماً من إعلان قرار الانتخابات يجب على الأحزاب السياسية تقديم برتكولات التحالف إلى المجلس الأعلى للانتخابات ومن المتوقع أن تقدم الأحزاب السياسية قوائم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات في 10 نيسان أبريل وسيتم الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية بعد عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ومن المتوقع أن يكون هذا التاريخ 19 أو 20 نيسان أبريل في المقابل يمكن للمجلس الأعلى للانتخابات تقصير المدة قانونا لذلك سيتم توضيح الجدول الزمن الدقيق بإعلان من المجلس الأعلى للانتخابات السؤال الثالث هل سيتغير عدد النواب في الولايات المتضررة بالزلزال؟ ذكرت الكاتبة أن المجلس الأعلى للانتخابات قد أعلن سابقا عن عدد النواب الذين سترشحهم الولايات بناء على التعداد السكاني في 31 كانون الأول ديسمبر 2022 وهذا يعني أن عدد النواب في الولايات المتضررة من الزلزال لن يتغير فوفقا للقرار الذي أعلنه المجلس الأعلى للانتخابات في الثاني آذار مارس 2023 سيوزع عدد النواب في الولايات المتضررة على النحو التالي وحسب الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للانتخابات لن يطرأ تغيير في عدد النواب الذين سيتم انتخابهم بغض النظر عن الولايات المتضررة أو الولايات التي لجأوا إليها ومهما ازداد عدد سكانها السؤال الرابع كيف سيصوت ضحايا الزلزال؟ أشارت الكاتبة إلى أن الذين يعيشون في الولايات التي تضررت من زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في السادس من شباط فبراير إذا لم ينتقلوا من ولاياتهم سيتمكنون من التصويت في الأماكن التي يحددها المجلس الأعلى للانتخابات في الولايات التي يعيشون فيها حسب اللوائح الانتخابية الحالية وأوضحت الكاتبة أن المجلس الأعلى للانتخابات هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمواطنين المقيمين في الخيام أو الحاويات وسيتمكن المواطنون الذين انتقلوا إلى ولايات أخرى من حمل قوائمهم الانتخابية إلى الولايات التي يتواجدون فيها وستكون أصواتهم صالحة للانتخابات البرلمانية لتلك الولاية فعلى سبيل المثال سيتمكن الناقب الذي انتقل من هطاي إلى أنقرة من التصويت في الولاية التي انتقل إليها لكن صوته سيكون صالحا للانتخابات البرلمانية في الولاية التي يقيم فيها أي في أنقرة السؤال السادس كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية إذا لم تتحقق الأغلبية في الجولة الأولى ومتى تعقد الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جنبا إلى جنب مع الانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين في الرابع عشر من أيار مايو يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات أي ما لا يقل عن 50% 50 زائد واحد وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى ستعقد الجولة الثانية في الثامن والعشرين من أيار مايو وفي الجولة الثانية يتنافس المرشحان الذين حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات السؤال التالي كيف سيتم تطبيق العتبة الانتخابية الجديدة وكيف سيتم احتساب الحد الانتخابي لأحزاب التحالف حتى تنتخب الأحزاب السياسية نوابها يجب عليها إما تجاوز الحد الانتخابي بمفردها أو الانضمام إلى تحالف ويجب أن يتجاوز مجموع الأصوات في هذا التحالف العتبة المحددة وفقا للأصوات الصحيحة ومع التغيير القانوني الذي أجري العام الماضي تم تخفيض العتبة إلى 7% في حالة إجراء انتخابات مع التحالف إذا تجاوز مجموع أصوات التحالف 7% تعتبر الأحزاب السياسية داخل التحالف قد تجاوزت العتبة السؤال الأخير كيف سيحسب عدد نواب الأحزاب المتواجدة في التحالف مع تعديل قانون الانتخابات الذي دخل حيز التنفيذ في 6 نيسان أبريل 2022 سيحسب عدد نواب كل حزب سياسي بقسمة إجمال عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب شرط أن يتجاوز التحالف الحد الأدنى لكن قد يؤدي هذا النظام إلى انتخاب نواب أقل من قبل الأحزاب السياسية ذات الأصوات المنخفضة في التحالف وفي انتخابات عام 2018 مثلا تم احتساب عدد نواب الأحزاب المتحالفة بقسمة مجموعة صوات التحالف على الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الدائرة الانتخابية أتمنى أن تكون الصورة قد واضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر